السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات الجرامر الخفيفة بتاعتنا الفيديو بتاع النهاردة سهل خالص ومع ذلك ناس بتتلخبط فيه وهو لما جا شاور على حاجة ازاقول دي او ده او دول او كده بص احنا عندنا اربع حاجات this, that, these, those تاني this, that, these, those تلخبط بين this و that وبتلخبط بين these و those موضوع بسيط خالص اول اتنين عندنا this و that دول بتوع اما جا شاور على حاجة مفرد طب ايه الفرق بينهم زي الفرق ما بين هذا و ذاك هذا حاجة انا بشاور عليها حاجة انا شايفها حاجة ممكن المسها حاجة قريبة مني اما ذلك او ذاك حاجة ايه حاجة بعيدة او ممكن تكون قريبة بس انا ما ادعش المسها مثلا ايه معايا سورة في الموبايل اقول لك الرجل ده مش اقول لك this man لان راجل ده مش قصادي راجل ده بيده اقول ايه ذلك الرجل و في الحقيقة ان احنا في الكلام العادي ممكن نستخدم this مكان ذات و that مكان this بس لو هنتكلم صح يعني هي ذات للايه للبعيد او الحاجة انا مش عارف ايه اوصلها طيب كلمة these ذيها زي كلمة this بس these للجمع يعني اذا اقول اللقلام دي اقول ايه these pens طب لو الاقلام دي بعيدة او حاجة مش عارف اوصلها بقول ايه those زي الفرق ما بين هاؤلاء واولائك اولائك حاجة بعيدة او جمع بعيد وهاؤلاء دي حاجة اريبة جمع ايه اريب ناخد امثلة عشان سهل الموضوع اقول لك ايه this is my pen اذا الم ده بتاعي that is my pen اذا الم ده بتاعي يبقى this عشان كان اريب و that عشان ايه بايد طيب لو جمع بقول ايه these are these are my pens دي اقلامي طيب لو هما بعيدة اقول ايه those are my pens بس خلي بالك هتلاحظ هنا اني لازم استخدم كلمة is او are اللي هو تعريف ليهم وللاسف عشان الناس ما عندهاش كلمة is و are في العربي من قولش يكون فبيتلغبطه فيهم انا اقولك هما بيساووا ايه في العربي اعرف انه بتيجي تعرف حاجة اودي تعريف عن حاجة بالعربي انا اقولك مثلا هذا ده اقول لي مالو يعني اقولك ده المي فلما عايز اقولك مثلا تعريف لهذا هذا وحط النقطتين كده شايف النقطتين دول هما دول فيربو تبيه يبقى هذا مالو ما كان مالو دي احط فيربو تبيه يبقى هذا this is my pen يكون ايه المي طيب لو قلتلك قلمي هتقول لي مالو يبقى لك my pen is blue يبقى فهمت الاستخدام بتاع فيربو تبيه لما اجي ادي تعريف عن اي حاجة قبل التعريف لازم احط is او are على حسب الحاجة اني يفرد ولا جمع هقولك مثلا محمد هتقول لي مالو هقولك happy قبل ما اقول happy هقول is اللي هي مكان كلمة ايه مالو طبعا احنا هتقولك تفكر في الموضوع شوية بدماغك هتاخد شوية في التفكير لحد ما دماغك تاخد عليها وطريقة تفكرك تاخد عليها فبقى مش هتحتاج تقول بقى مالو ومش مالو عايز اقول الموبايل بتاعها هقولك my phone هتقول لي مالو هقولك my phone is new الموبايل بتاعك جديد يبقى اي تعريف اقول له عن حاجة قبل ما اقول التعريف لازم احط is او are عايز اقول اخويا طويل اقولك اخويا my brother هتقول لي مالو اقولك is طويل يكون طويل طيب بقى كده عرفنا ان verbo to be ده ممكن استخدمه مع this with that with these with those ممكن يجي بعدهم على طول اقولك مثلا this is my pen او ممكن يجي بعد الحاجة اقولك this pen is blue على حسب اعرف كلمة this ولا اعرف الحاجة اللي جاي بعد كلمة this لو اعرف this لوحدها اقولك this مالو ده is my pen ده الم طب اعاز اقولك الم يبقى هو اللي ازرق يبقى انك اذا بعرف this او بعرف الالم بعرف الالم اقولك this pen is blue اتمنى تكون واضحة لكم ولو مش واضحة اتمنى تسيبوا لي تعريق وضحوا انها مش واضحة ولو واضحة اعرفون انها واضحة اتمنى الفيديو كل يكون واضح ورزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته